المهم على طريق الطويل قسم بالله العظيم يا جماعة الخير إنه مرينة لمنقطة التفتيش كان لي أنزل من السيارة الآن رسالة ثانية كده أنزل السلام عليكم أهلا وسهلا يا جماعة الخير وشي يشار عليكم بارك ولا يتقبل صالح أعمالك وشي ثاني رجعنا لكم اليوم بالقصة اللي وعدتكم فيها اللي هي قصة السيارة المسروقة ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم بس تضغط على لايك وتشرك بالقناة وتفعل جرس تنفيهات أيب يا جماعة الخير قصة اليوم تحتاج الجلسة هذه طبعا قصة اليوم يا جماعة الخير قبل ما أقولها رحت استأذنت من الشخص اللي صارت معاه القصة عشان ما أحس بتأني ضمير واخذ راحتي وانا قاعد أقول القصة الشخص هذا ترى اسمه خالد من البداية بخلود سلام عليكم بداية القصة يا جماعة الخير شخص انتقل من مدينة إلى المدينة اللي أنا عايشين فيها والشخص هذا اسمه خالد طبعا الشخص الجديد ما تدري هو الشو يعني ما تدري هل هو كويس مو كويس تحتاج فترة عشان تقدر تستكشف الشخص هذا طبعا انتم تعرفون المدارس المدارس كل مجموعة الحال يعني تحصون خمسة الحال والخمسة هذوليك برضو الحال كل مجموعة الحالهم يعني بأحيان ينادونهم بالاسماء يعني كانت في مجموعة كنا نسميها مجموعة العصاقيل كذا خمسة عصاقيل نحاف يجلسون مع باو يجي واحد مثلي أو واحد سمين ما يدخل نهايي النهاية لا 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 عليكم ملاحظات لازم تكون عصقول وتجمعنا كل يسار مباشرة يعني تفتح الباب الأول أنا ثني من أخيائي وراي على الصف هذا نفسه الصف الثاني فيه والصف الثالث والصف الرابع طبيعي أول ما تفتح باب الفصل تبغى تشوف لك مكان وانتوك شخص جديد يكون في وجهك مدرس مدرس هذا لازم يعرف فيك جاء مدرس الفنية السلام عليكم راح حبوب الطالب باللي معنا جاي من المدرسة الفلونية اسم خالد قلنا الله يحييك ويقعد يعرفنا عد واحد ورا الثاني انتو شو اسمك أقول لأنا وسامة صالح والثاني شو اسمك شو اسمك شو اسمك لين يعرفونهم كلهم متعرف علينا خالد وخالد وين جلس يا جماعة الخير شفتوا الصف حقي الصف اللي جنبه قدام يعني يساري خالد وراي أخوياي يعني خالد يسولف معلي جنبه علي سار أو يسولف معاي أو معلي وراه والأستاذ يسولف مع الطالب الجديد كيف حالك طيب إن شاء الله من وين جاي وكيف الدراسة هناك وهل هنا مستقرين ولا رح تقعدون سنة أو سنتين كذ السؤال فأنا قاعد أسمعها وأنا متأمل في خالد كذا قاعد أتأمل فيه وأشوف يعني أركزها في حصة آآ جاي من بعيد ومكان جديد فأكيد إنه يبغى لأخويا واشتغل قلب الأم اللي عندي بما إنه يبغى لأخويا قلت يالله خلني سولف مع خالد شوي السلام عليكم كيف حالك طيب إن شاء الله رد علي وعليكم السلام طبعا أول سؤال يخطر على بال أي طالب أنت ساكن قريب من المدرسة ولا بعيد قال لي لا ساكن بعيد شوي يعني كم دقيقة يبعد شفت الطريق هذا حق المدرسة حنا الطريق الثاني بيتنا وراه يعني يبعد ما يقارب ثمان دقائق تسع دقائق طبعا أول إنه في طريق هذي يسمونه السكة دائما تسمعون أمك أو جدك أو جدت يقولون لك انتبه تقطع السكة لو تقطعها قسم بالله العظيم لأكسر رجولك هذا يعاد توعد الأولين يعني تسكة الأولى السكة الثانية وشكله بعيد مر وفي الأخير ترى ثمان دقائق الممقعد عرفه عن نفسي قتانا وساما وهذا خويلي وراي اسمه زياد والثالث من كان عبد المجيد وإذا احتجت أي شيء ترى حنا عندك ومادري إيش إذا ما قدرت تحت تفطر عند الفصحة لولا حنا موجودين الله يكد رحبه يفير قسم بالله العظيم حنا موجودين تحت شفتاء الحين المقصف إنه قدام المقصف على اليسار في الكروس الحديدية تحت المكيف في هذا المكان اللي نجلس فيه نفطر قال خالد أوكي تمام حنا قلنا الشي هذا كأنه يعني شخص جديد أو ضيف حبينا يعني نعزم ونقدم لنحنه برضه كويسين قال خلاص تمام ولو تجي الفصحة الأولى طبعا في النظام الابتدائي حصتين الفصحة الأولى حصتين الفصحة الثانية لدينا حصتين صلاة وحصة وطلع إذا كانت في سبع حصص بس الابتدائي ما في سبع حصص أذكر قلما من الحصتين الأولى أنتهت شوي اللي أطلعنا في فصحة شرينا من المقصف قعدنا كنا قاعدين كذا زياد ينظرني قال خالد خالد قال وش رايك النادي نعزم عندنا قلت والله أنا قلت له في الفصل كيف إذا يبغى يجي حياها الله خالد يأخذ فطورة ناظر كذا يميني سار ووقف أتذكرها كله في الزاوية واقف كي تخيله يأكل وهو واقف الموم قاعد يأكل وهو واقف في الزاوية نظرنا قلنا خالد تهالت هالي قد أضرع كان مستحي كيف حالك يا خالد طيب تلعب كورة عندك سوني طبعا ذي كيام سوني ون قال لي ألعب كورة إيه عندي سوني ون عندك كل شي طبعا الولد في ذاك الوقت اللي عنده سوني ويلعب كورة وهلو سامحي اللي يروح وفسحتها أربع ريال هذا وينك مدلع مرة 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 مدلع أم عندك سوني إيه والله عندي سوني يا سلام كلنا مستغربين عنده سوني إنه بعدنا سوني ون ألمتمشي لأيامي يا جماعة الخير الحين صار الموقف التعارفي هذا وعرفنا منه وخالد تعرفنا عليه وصار معنا حوالي ثلاث مواقف داخل المدرسة نجي الآن المرحلة اللي بدت تطور فيه العلاقة من داخل المدرسة لبرى المدرسة طبعا الشخص اللي جوه المدرسة تراه يكون شخص مختلف والشخص اللي برى المدرسة برضو شخص مختلف يعني وسامح جوه المدرسة مختلف وبرى المدرسة مختلف أتوقع أنكم تفهمون الشي هذا ويجي يوم الأربعاء يا جماعة الخير يوم الأربعاء هو اليوم الموعود لكل طالب في المدرسة خالد ها بتقعد عند مين؟ جاي من مدينة المدينة ما عندهم أحد وش رايك تجينا اليوم عندنا الحارة نلعب كورة جلابت خلاص تم جايكم والله ويجي خالد الحارة هنا ويجي زياد ويجي عبد المجيد هذوي زياد عبد المجيد أخوياي في الفصل يتولهم تعالوا وخالد بيجي خلن نلعب كورة معه مسكين ما عنده أحد ومدري إيش ونلعب كورة وعرف على حقين الحارة الحين حقي الحارة عرفوا أن خالد خوي أنا كل الحارة عرفوا جاي من مقارب أربعاء وخميس وبرضو الأسبوع الثاني أربعاء وخميس الحارة كلهم عرفوا أن خالد تراه خوي أسامة وزياد وعبد المجيد ولكن في القائمة الأولى خوي أسامة يعني اسم خالد صار مربوط باسم أسامة يا سلام عليكم طبعا في البدايات أبدالي أن الشخص مر كويس لدرجة سرنا الأربعاء والخميس الروح سوا والنقطة هذيك عرفت أن الرجال كويس ولكن تأدري عن أي شيء بدأي عرفت لكم خالد بشكل مفصل عشان تعرفون أن فيه أحداث راح تخليني أصدق في الأيام الجاية والأحداث هذه لو تمر لأي أحد راح يصدق في يوم من الأيام جاني زياد خوي السلام عليكم سامة تعال أبغاك بكلام ضروري ما جاء في بالي أنه راح يتكلم عن خالد قال يسامة ترى خالد قال لا تسبعد إذا ما كان برضو يعني لاعب على الوكيل كيف يلعب على الوكيل أكيد أنه أبوه يكلم الوكيل وقيد إن هذا جاي من مدينة ثاني بالتأكيد أبوه أبو خالد كذاب وخالد كذاب مستحيل أكيد فيه أحد كذاب أكيد فيه أحد صادق أو أنت يا أخوي وارجع للفصل لم يشلل تهم نهائيا وأنا كذا راجع للفصل جاني فلاش باك قبل كان في هدف راسي اني أشوف منه أبو خالد أبغى أعرف من أبوه أبغى أشوف شكل أبوه بس أبغى أشوف شكل أبوه تتصدق؟ خالد ما قد شفنا أبوه ولا نعرفه ومين من وين جاي وكيلها الآن ما يقارب ثلاثة شهور أربعة شهور ولكن صدق ما تعرفنا عليه بشكل مرة كافي وأشوفه إذا جاي يروح البيت يقعد في البقالة اللي في الزاوية اللي عند المدرسة تباجي يوم من الأيام أراقبة وأبغى أشوف أبوه أقسم بالله العظيم جاه في راسي كذا دهاء أبغى أشوف أبوه إلا جت كذا سيارة مغيمة ضربت بوري شوي إلا خالد ركب في السيارة ومشها وأبغى تعرف على السيارة هذه السيارة هذه كانت فان صغير قلت أوكي أنا في البداية قلت إن شكل هذا أبوه ويجي اليوم الثاني في المدرسة ما أبغى أقول لأني أنا أبغى أعرف أبوك أو أبغى أشوف أبوك ولكن أبغى أشوف من لي خذاه أمس قلت له السلام عليكم خالد كيف حالك طيب قلت له من لي أمس مرة كني شفتك راكب مع سيارة كذا صغيرة مغيمة فان قال لي هذا السواق حقنا قلت بس يعني هذا موابول حد الآن ما ندري ش سيارة أبوه كيف شكل أبوه تمر الأيام وانسى الموضوع وتمر الأيام ولكن منسيت أني أبغى أشوف أبوه برضو وتجي إجازة الفصلين اللي بين فصل الدراسة الأول فصل الدراسة الثانية كانت فيه جمعة عند عماني جمعة تعرفونه شو الجمعة يعني يوم الأربعة ويوم الخميس يكون فيه جمعة عماني كلنا يجمعون يانة قهوة يانة قهوة يانة غدية يانة عشة كلمني ذاك اليوم خالد ترام عليكم وسامة كيف حالك طيب والله بخير أبشر وينك وسامة طبعا تذكر الجوال كان معاي النورس صغير عرفتوه قلت له والله اليوم طالع عندنا جمعة العماني ما رح أجي إلا آخر الليل ولكن ليه وش عندك وش تبي قال لا بس كنت أبغى مرك بس خلاص أجل بمرك الخميس وش رايك الخميس نطلع سوى يترى خلاص ما في مشكلة الجمعة كانت الأربعة توقع لا الجمعة الجمعة وش رايك نطلع سوى يترى ما عندك مشكلة ويجي جمعة الخير يوم الجمعة هل ممقعد في الصراحة كذا واخلص الأمور وارجع البيت وحط راسي وقبل ما نام اللي حصل راسلي وسامة لا تنسى موعدنا يوم الجمعة بعد صلاة الظهر بعد واحدة واثنتين راح نتغدى سوى ونقعد نهج ول ولف سوكي قد خاص أوكي ما في مشكلة وصلي الجمعة يا جماعة الخير واطلع كذا ونصلي الجمعة واخذت شجادة معاي وراي حصات الجمعة لا ناظر يميري كذا خالد يطيط هلا والله كيف حالك طيب والله الحمد لله بخير أنت تسوق سيارة قال ليه سوق هي جديد صغير تسوق سيارة ما جاء في رأسي شيء في البداية ما شاء الله عليك ما شاء الله جاء خلاص تم خنصلي ونمشي قال خلاص وطف سيارة جنبي والله العظيم طف السيارة سيارة يا جماعة الخير طفها جنبي سيارة ماكرو باس حق طالبات عرفتوا لينقل طالبات بين الجامعات سيارة الفان هذه لتنقل الطالبات طف السيارة نزلنا صلاة الجمعة صلينا وانا طالع كذا قلت ما شاء الله وتسوق برضو سيارة كبيرة ما شاء الله عليك يا أخي قسم بالله أنا كذا قسم بالله العظيم انت يا ولد وينك انت انت أوفر وش هذا ما شاء الله لا إله إلا الله سيارة مشيناها تسوق سيارة كبيرة فان يجبار واخوكم في الله ما يدريش الطبخة ولا يدري وش السال اي يا جماعة اي واركب معاه في الفان نطلع نتغدى مطعم بيت الشواية اتذكر كل التفاصيل لاحد يقول اتذكر كل تفاصيل بالذرة بالثانية بالكلمة اللي قالها لي طلعنا من بيت الشواية ماخذين غدانا تمام وبرروح الوين الحديقة نفرش نتغدى يا سلا كانت في حديقة عندنا نفرش نتغدى وانا قاعد اسولف معاه ما شاء الله يا اخي ما شاء الله يا خالد يعني انا حسيت بخالد ان شخص مرتاح ماديا قاعد يقول يا اخي والله ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله تعرف تسوق وتطلع على كيفك وتروح وتيجي على كيفك يا حظ انا ذا جيت اطلع اقسم بالله العظيم اني اتقروش اروح اقول لابوي يبتك فباطلع مدري ايش وترجع على ما يذلي عشان اطلع لا لا انا ابوي ما يقول لي شي وضعنا كويس البيت الحمد لله اه شو اسمه امي مدرسة وابوي مدرس وان قال ابوي مدرس قطوا على كلمة ابوي مدرس هذي مليون خط يتما ان شاء الله يعني مرتاحين اذا ابوي مدرس يعني مرتاحين قال لي الحمد لله الامور زينة يعني ابدالي هو كذا ان اموره زينة هذو متخيلين هذا كله وحنا صغار عمارنا كم 14 13 حدودها قال مم ونطلع بالسيارة هذي الان هذي الماكروباس نطلع بالروح المكان يبعد ما يقارب 15 16 كيلو بعيد بعيد ولكن كذا نبغى نروح على انه يبغى يورينا انه يسوق على طريق طويل قال مم عطريق طويل قسم بالله العظيم يا جماعة الخير انه مرينا لما نقطع التفتيش نقطع التفتيش ما قلونا شي امشو امشو خير الولد مفروض يوقفون حتى خفنا قبله النقطة اقسم بالله العظيم انه خفنا خوف مو طبيعي قلت الحمدلله انها عدة ونرجع يا جماعة الخير على حين هذا خلصنا 15 كيلو ورجعنا 15 كيلو من جديد اخذت معنا 40 دقيقة 50 دقيقة يمكن حدودها انه نمشي على شوي شوي ونوقف كل شوي المهم اللي قافتم مني وزيني اني تلقف كان في قدام نفس الدرج كذا وحصل في الاستمارات القديمة استمارة سيارة تذكرون اللي كانت ورقة لونها كذا احمر على اخضر استمارات سيارة ام كانت ورقة مو بطاقة لا كانت ورقة ويكتبونها بالقلم المهم واقرأ الاسم كمعام الاسم مختلف يعني السيارة هذه من حقتها ما ندري قلت لك خالد السيارة من حقتها قالي هذي حقتنا حقت السواق كنتيب بس يااخي الاسم اللي في الاستمارة هنا مختلف قال لي ويش استمارة؟ انت هذه استمارة حقية السيارة علمنا من صاحب السيارة قال لي لا لا هذه السيارة ذكرناها الخالي وباقي ابوي ما حطها باسمه اهام اوكي هنا انا خفت بسم بالله العظيمي اني خفت ارتعب قلت لها وش اسم خالك؟ قال لي ها ش اسم خالك؟ الا قال لي اسم مختلف عن الاسم الموجود في البطاقة والله اني نأسي وانا في الطريق باقي 10 كيلو 10 كيلو على ما نوصل طبعا علاقاتنا اللي شافوا القصة اللي قبل علاقاتنا مع جراننا كويسة مرة عندي رقم جارنا الكبير ذكرته لكم في القصة اللي فاتت ارسلت لي الرسالة قلت لها اني تراني مع خويي خالد وحنا على طريق المنطقة الفلانية لي قلت لها كذا؟ قلت يا بتوقفنا الشرطة يا بيجونا ناسا الحين بيقولوا هاي السيارة مسروقة لاني خلاص تيقنت ان هذه السيارة اللي انا اراكبها الان سيارة مسروقة 100 بالمية قال لي ارسلي رقم اللوحة اللوحة حقة السيارة طبعا في السمارة برضو موجود رقم اللوحة اكتبت رقم اللوحة وارسلتها له شوية اللي تجيني رسالة من جارنا قال لي انزل من السيارة الان رسالة ثانية كذا انزل وسامة من السيارة وتصل علي نظرت فيه كذا قلت خالد ما عليش تقدر توقف السيارة قال لي ليه قلت ما بغى ما بغى وقف السيارة بيجيني ابوي الحين ياخذني قال له والله شوي بنوصل ويدعى الزيادة وأنا يا جماعة الخير أولع نار أقسم بالله أني خفت خوف مو طبيعي خالد وقف السيارة وسامو والله ما بقى شي يا أخي ليه أوقف مدرعش ويروح يا جماعة الخير تخيلوا ما رحنا من طريق بيتنا رح من طريق بعيد طريق أساسي بعد ندخل على الحارة ونزلني أول ما نزلني طرحت عطول بجارنا أبو فهد طرحت لأبو فهد قلت لأ أبو فهد هو نزلني من السيارة قال أنا قلت لك أنزل من السيارة لإني أنا بلغتها السيارة وقالوا أن السيارة مصروقة يقول لنا أكلم واحد من أخيها فالدوريات قالوا له ان السيارة هذي ترى مصروقة عشي كده أقول لك أنزل من السيارة لأنهم أرسلوا تعميم ان السيارة تمشي على الطريق الفلاني والحمد لله ربك ستر ما وقفنا هنا الشوي يا جماعة الخير قسم بالله العظيم والله العظيم أني على ما أقولわ شهيد وأني محاسب أمام الله اني اشوف الدورية كذا تمشي تمشي والمايكروباس هذا حق خويه قدامه يعني الدورية قاعدة تلاحق قويه وانا وانقف عند جارنا وارتع قوله شوي وقف نسمع بجهاز المكبر وقف 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 الان مدري ايش الان نصدم شوي اللي تيجي ثلاث دوريات كذا وقف القسم بالله العظيف نص الحارة والله العظيم كذا يااخي الموقف صار بطيء اشوف دورية كذا ودورية كذا كنا فيلم ودورية قفلوا عليه اللي خويه يراكب قدامه قفل البيبان اشوفها كذا السيارة مو مغيمة اشوفها قفل البيبان طلع مع الباب النص يسحبها كف منحاش ويلحقون وراه ويلحقون يلحقون 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 يا ويلي منذ الخالد ده وش فيه وصير له الموم انا عرفت ان خالد امسك وان السيارة اللي طول الوقت راكبة حقه خالد انها مسروقة وما قال لي انها مسروقة نهائيا ولا بيلي ولا واحد بالمية جاء الحين المدرسة جاء الان يوم السبت يوم الدراسة واخيه ما يدروني انا ركبت مع خالد السيارة مصروقة وروحنا من مكان المكان ومكان بعيد وارجعنا بالسيارة بعدين لحقته الدورية وانحاش من الدورية ماشي مادري هلهم مسكوه لحد دلا ما ادري هل انا مسكوه ولا ما مسكوه في اللحظة هذي اللي انا رايح فيها المدرسة اللي ادخل الفصل كذا اللي قدامي زياد السلام عليكم وساما ما دريت قلت وش ما دريت قال تدري ان خالد مسكوه الشرطة صارق سيارة انا حين اقول لهم انا كنت معه ولا اسكت اصلا مو جاي من مدينة للمدينة ثانية وسمعنا ان الوكيل قال لكم انه جاي من مدينة الى مدينة ثانية وهو قاعد يكلمني خويه قال لي يا جمعة الخير يطق باب الفصل ينفتح الباب ويدخل المدير وورا المدير الوكيل ويسكرون الباب حق الفصل طبعا الكل اذا دخل وكيل ومدير يعرف ان فيه سالفة كبيرة قلت بس الحين اجتمعهم عشان يقولون لنا عن خالد ويحذرونا من الشيء اللي صار المدير كذا يطق يدع الطاولة كذا بقوة الكل يسكت وانا كلمه اللي امس اللي امس كان مع خالد يطلع الان انا اعرف اسمك ولكن ابغاك تطلع الان طبعا هو قاعد يقول لي كلام كذا انا خايف خوف مو طبيعي مدير المدرسة يقول لي كان مع خالد يطلع الان قال اذا ما طلعت ترى راح نطلعك بطريقتنا والله هذه مو ابتدائية هذا اقسم بالله قبضه على السجين انا خفت خفت خوف مو طبيعي خفت خوف مو طبيعي طبعا انت حسبون رفعت يدي؟ لا ما رفعت يدي اتصبون اقلت انا قا Kak Master صعبة اني انسعب كدا قدام الطلاب وانا ماشي معه وبعدين انا لي دخل في خالد نهائيا قال ل الوكيل يا جماعة الخير ومشا قال يا جماعت الخير اللي كان مع خالد امس يطلع الان واذا انت مسلحي تطلع الان تعالنا في نهاية الدراسة يعني في في نهاية الحصة السادسة السابع طبعا انا كلت اوكي لارح او الجوى الحصة اثنية أcher السابع لي لان صعب تطلع قدام الطلاب impacts ومسوي نفسي مجنون وبعدين انا مال يدخل في خالد والله تيجي الحصة الثانية والثالثة واخويائي كذا توقعوا منه وتوقعوا منه وأنا يا جماعة الخير خائق وطبيعي وسامة تعرف منه انت اكثر واحد قريب لما لا والله انا كنت في جامعة عماني ما ادري عن شيء اللي شوي وتيجي الحصة السادسة استاذنت من الاستاذ قلت له بروح دورة المياه وانا ماني رايح لدورة المياه رايح لغرفة المدير واطلع كذا من الفصل الافسار يميل محطني الاخر سيدةvyجي في وجهي غرفة المدير محطي إذا وفي وجهي الا هو قاعد يقفل المكتب بيمشي لانه خلاص خلاص دوامه قالت لا استاذ قال نعم عبد المدير حبي biết قال يجيatic الأستاذ وانا لي كنت مع خالد القتال انظري انطئمكنت ماذا م으면 طريق قال يجيسدي את segu pawn's Russian ترى هذه جريمة كبيرة قلت والله العظيم يا أستاذ اني ما صارقت ولا شيء عمانونا قاعد يقول كينا ترى قاعد أبكي والله اني ما صارقت انه كان يا أستاذ وارسل لي حتى كنت في جمعة عماني قال لي راح نتقابل بكرة بمرك ومدري ايش عندي الرسائل كلها نتأكد قلت والله العظيم يا أستاذ قال ترى خالد قايل ان في واحد من الفصل معاه وصارقين السيارة وقال الكلام هذا لأبوه بعدين قال للمدير قال للمدير طيب اسمع ابغاك الآن تتصل على أبو خالد وتقول لانك انت مالك دخل وياخذ الجوال قلت خلاص ما عندك مشكلة وياخذ الجوال المدير وياخذ الجوال المدير ويتصل على أبو خالد بيرد اللي المدير يكلم هل أبو خالد كيف حالك طيب والله الحمد لله ويش صار عليك والله ويقعد يسولب قال طيب ان حصلنا الطالب اللي كان مع ولدك خالد صار الطالب اسامة الالالكذا قال أبوه عطني أكلمه وياخذ يكلمني أبوه الصوت يا جماعة الخير وهو يكلمني أعرفه قد سمعت الصوت بس ما أدري وين أبو خالد صوتها مألوف بشكل فضيع ويقول لي انت يا أبوي انت كنت مع خالد قلت لا والله اني أنا ما كنت مع خالد وقمت أشرح للسالفة قال لي خلاص طيب أنا راح أتفهم مع ولدي والصوت يا جماعة الخير وهو يكلمني صوتها مألوف الحين أهمي أنا مو خالد بطقاق خالد أنا أهمي الصوت هذا مين هذا شخص أنا أعرفه وقد سمعت صوته شوي قال لي المدير خلاص رح يا أبوي لا تشتق ومادري إيش المدير حبيب 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 مرة لا يضيق صدرك وانا أبوك ومادري إيش يحب على راسي كذا ويخليني يدخل الفصل وأنا مرتعب طبعا خلاص الحصة الأخيرة الحين بدخل الفصل الحصة الأخيرة بعدها بمشي واروح واروح وين بارجع البيت وارجع البيت يا جماعة خير الظهر على العصر إلا يطق باب البيت طق 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 طبعا مع كل طقة فيها خوف مع كل طقة أحس بندم مع كل طقة يجيني خوف لا إرادي خوف غير طبيعي قلت لأ مين؟ قال افتح الباب هذا بيت العائلة الفلانية قلت لأيي واشتبي قال افتح افتح وأنا كذا ماشي الصوت برضو هذا اللي قاعد يتكلم صوت شخص أعرفه كبير بس أعرفه وافتح الباب وانصدم من الشخص اللي قدامي قدامي يا جماعة الخير مدرس الفنية بتاهلن أستاذ حياك الله اقلط اقلط يا أستاذ اقلط حياك الله مدري إيش نصلح لك القهوة والشاهي عارفون صغار أول فيه شوي اهيات خفيفة قال لا 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 وسامت على بي واطلع قال اسمع خالد ولدي قال لي كذا اسمع ترى خالد ولدي شو؟ ترى خالد هو اللي صرق السيارة السيارة اللي كنتوا راكبينها كانت سيارة مصروقة والليبلغ عليه جاركم خالد يعتقد ان كنت اللي يبلغ عليه عشان كذا قال اسمك أنا عارف مالك دخل ولكن قل لي السالفة هل انت صرقت مع خالد؟ والله العظيم يا أستاذ اني أنا ما صرق وأنا والله العظيم صد ما لي دخل والله اني بري 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 حتى هو يدري ولكن عشان يبلغت قال خلني ألزقها فيه قال لي خلاص ولكن اسامة لحد يدري ان خالد ولدي أنا الحين أقول ليه المدرس يقول لحد يدري ان خالد ولدي ايه شوي اللي هو كذا بيمشي قلت لأستاذ معليش ليه قلت لنا ذاك اليوم ان خالد جاي من مكان ثاني جاء عندي حس اللقافة شوي قال هذي أمور بعدين تعرفها أنا ما أدري وش الأمور حتى الآن ما أدري ليه خالد قال لنا لأستاذ نفسه ابوه انه جاي من مكان ثاني قال ليلمهم لا تشيل هم كذا من كلامه لا تشيل هم يا وسامة حلاص رجع درس وركز في دراستك وبالتوفيق لك وأنا وسكر الباب كذا مرتاح وانتظر اليوم الثاني في المدرسة وأنا داخل المدرسة أشوفه النكبة الأكبر من كذا وأنا داخل المدرسة اليوم الثاني والله العظيم اني ما قلت ميد أحد أن المدرس الفنية هو أبو خالد وأنا داخل المدرسة الي يجيني زياد وسامة دريت قد وتوشو قال تدري المدرس الفنية هو أبو خالد كثي هو الحين صد تاكلت بن أنت وكيا وكيا مشى مشى خلاص وأروح اليوم الثاني عاد لمدرسة كل أمور زينة هذه الحسالفة الي صارت بيني وبين خالد أدري الحسالفة طويلة ولكن شرحتها لكم عشان تعرفونا من إلها هي أهداف ممكن تأخذها مو كل شخص تقابله قدامك ممكن يكون كويس هنا وصل لنهاية مقطع اليوم اذا وصلت لهن اضغط على زر اللايك واشوف مالاه مقطع جديد وقصة جديدة هي قصة جاية في الطريق والله هي قصة نسمة انتظروني بس